البنك العرب الافريكي يتيح شهادات الدخار امرالد بعائد 196% تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداء رأيكم مدعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو اولا حبا ارحب بكل المشتركين والمتابعين لنا على قناة مساء الاخبار والنهاردة جابن لكم خبر جديد عن البنك جديد عن البنك العربي الافريكي وده استجابة لكل الناس اللي كتبوا مهتم في التعليقات على الفيديو السابق فاحنا طبعا اهتمنا بالموضوع وكمان دورنا عن بنوك تانية عشان نقول لكم كل العروض الموجودة في كل البنوك مش بس البنك الاهلي المصري عشان في ناس تانية حطة فلوسها في بنوك اخرى غير البنك الاهلي او حتى بنك مصر عمتا احنا اول ما هنلاقي اي خبر عن اي بنك يفيدكم وممكن تبقى في ميزة جديدة او شهادة جديدة اكيد هنعملكم فيديو عليه عشان كده ياريت الجديد ياريت ما ينساش يدوس الاشتراك ويفعل جرس التنبيهات وحتى اللي مشترك معنا ياريت ما ينساش يدوس لايك وشير عشان غيرك يشوف الخبر وممكن يستفد منه فتعالوا مع بعض نبدأ الخبر والخبر هنزل لكم سكرينشوت هتبقى موجودة في الفيديو علشان تعرفوا مصدر الخبر عشان ما حدش يقول ان احنا بنقلف الخبر ولا حاجة الخبر نازل عند موقع اسمه اموال الغد بتاريخ 14-29-20 يعني نازل النهاردة الخبر بيقول يتيح البنك العرب الافريكي الدولي شهادات الدخار امرالد اسم الشهادة الدخار امرالد بالجنيئ المصري مجموعة متميزة ومتكملة من شهادات الايداع وذلك عبر اختيارات متعددة تناسب احتياجاتك الادخاري وتتيح هذه الشهادات عائد معه فيه من الضرائب ومتوفرة في ثلاث انواع اول واحدة العائد السابت اللي احنا كلنا دايما بنشترك فيها التانية العائد المتغير واخر واحدة عائد سابت ومتغير مع بعض بالاضافة لانها الاقصر تنوعا في مددها والاقصر تعددا في دورية صرف العائد يعني انت تقدر تحدد المدة بتاعتها وكمان تحدد او تقبض العائد بتاعها كل قدق وتتيح شهادات امرالد حرية اختيار دورية صرف العائد كالقاتف ممكن تنزلك الارباح او العوايد كل يوم لو انت عاوز او شهري او كل ثلاث شهور او كل ست شهور او حتى كل سنة عشان تلاقي مختلف احتياجاتك الشخصية وتصدر الشهادة بفائة 1000 جنيه ومضاعفتها بحد ادنى 5000 جنيه هي الشهادة ب1000 بس لشان تقدر تعمل حد الادنى موجود لازم ان تشتري حوالي 5000 جنيه ب5000 جنيه ويمكن للعميل اصدار بطاقة ائتمان فيزا او ماستر كارد بضمان الشهادة بحد اقص 97% من قمتها ويمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وبحد اقصى 90% من قمتها وكمان العميل يقدر ان هو يحصل على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري ويسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور ست شهور من تاريخ الاصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك يعني انت تقدر بعد ست شهور ان انت تلغي الشهادة وتاخد فلوسك بس طبعا هياخدوا الاقصات والحاجات والفوائد اللي حطها لك خلال ست شهور فهتقصر فيها لكن ما تقدرش تلغيها اول ما تعملها تاني يوم معمتا كل البنوك ماشيين على القاعدة دي عشان تلغي الشهادة بتاعتك لازم ان يعد عليها اول ست شهور تاني مع بعض نشوف الشهادات والفوائد بتاعتها والمدد اول حاجة دورية العائد ومدة الشهادة لو انت عاوز تاخد الفايدة كل تلت اول قصري لو عاوز تاخد الفايدة كل شهر لمدة تلت سنين وتعمل شهادة مدتها تلت سنين هتاخد فايدة 12% طيب لو عاوز تاخد ارباحك كل شهر وتخلي الشهادة خمس سنين العائد هيكون عشرة وربع في المية ولو عاوز تاخد ارباحك كل شهر بس تكون الشهادة لمدة عشر سنين هتاخد ارباحك عشرة خمسة وسبعين من مية في المية طيب انت لو عاوز تستلم ارباحك كل تلت شهور لو الشهادة ثلت سنين هتبقى 12.4% ولو الشهادة خمس سنين هتبقى 10.5% ولو هتبقى 10 سنين هتاخد 10.87 من مية في المية طيب لو هتستلم ارباحك كل ست شهور لو الشهادة ثلت سنين هتبقى 12.375 من الف في المية ولو هتاخد أرباحك كل خمس سنين هتاخد عشرة وخمسة وسبعين من مية في المية ولو هتاخدها أو هتعملها على عشر سنين هتبقى 11 واثنين وستين من ألف في المية طيب لو هتستلم العوايد بتاعتك كل سنة هتبقى لو هتعملها مدتها 3 سنين هتاخد الفايدة 12 ونص في المية لو على خمس سنين هتاخد فايدة 11 في المية ولو على عشر سنين هتاخد فايدة 11 ونص في المية أما لو أنت عاوز تراكمي يعني إيه تراكمي؟ يعني أنت مش هتستلم العوايد خالص غير في الآخر بعد انتهاء مدة الشهادة ما فيه الشهادة 3 سنين في التراكمي بتبدأ من خمس سنين في البنك العربي الإفريقي لو من خمس سنين هتبقى الفايدة تراكمية 88 في المية ولو على عشر سنين هتبقى الفايدة التراكمية بتاعتها 196 في المية وده هو الخبر اللي كان نازل النهاردة على موقع أموال الغد الخاص بالبنك العربي الإفريقي وطبعا يا ريت يا جماعة ما تحلموناش من رأيكم وتعليقاتكم ولو أنتم مهتمين ما تنسوش تكتبوا مهتم لأن ده بيشجعنا أن احنا ندور أكتر عن أخبار البنوك ونقول لكم على كل حاجة تخص البنوك مش شرط بس البنك الأهلي لكن كمان كل البنوك المتاحة والعروض المتاحة حاليا أول بأول إن شاء الله شكرا ونشوفكم إن شاء الله في خبر جديد ويكون بنك جديد إن شاء الله شكرا ونشوفكم إن شاء الله